اشتركوا في القناة 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 وابوك الباب الوسطان بتاع الجنة هم طريق الجنة ابوك ابوك وامك اغلى شيء في حياتي كلها امه اغلى من اولاده واغلى من نساء واغلى من اخواته ليس هناك احد على وجه الارض اغلى ولو ان احد يفتدي احدا لابوك ابوك 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 ولا تكن لهما أف يابد روحك لعيش يضرب الأب تلعبوا كراتين تلعبوا كراتين تلعبوا كوب وفوق في الأباي والأمهات مأسي يا أخواني مأسي عشان كده المطلوب منك تخوف ابنك من ربنا وإيايا فرحبون عشان لما أنت تكبر وتبقى الرجل أجوزه مش قد تتحرك ابنك يستغنر قوته أن يسندك أن يكون تحت رجليك هيفتعليك عايزين البيت أماليا ببركات ورحمات هدوء وطعاد وفي الآخر هي كلمة واحدة الوالد أوسط أبوالل بالجنة مشاعر أمه زيك يا أم ربنا يصطرك ويا كريمك ربنا يرغيك ربنا يرغيك ورغيك الحمد لله بخير والله إنتا دائما أنت راضينا ربنا يرغيك موسيقى 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 وكفكشر المرض ومساعد بتحيطها واضطرها معاك يا محمد يا ابن آل وكبت واعطي لك مال ما يتعد وكلمة ما تترد ووزع دعوتك ومبكينك منها كمان وكمان وكمان واجعل السعد خدامك ومكلك خطوة خطية الضب اللي تجد علي يسمى عليك ربنا يحفظك يا ابن وتعيدك ومتعك بتحيتك ومتعك بعفيت وتكشر المرض عمين ربنا يتعامه وارضيه وتعيده من اللي هيشهد للعروسة يا امه لا يا ابن لو ما يبقى لها من هلبي يا كدوم الله يسترك يا رب بدعيلك في كل وقت بليل ونهارض في جهاز بليل بدعين ربنا يبرك فيكم يجعل السعد كده خدامك يا رب ربنا يكلمك يا امه جزاكم الله خيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أخرجه البخاري أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أخرجه البخاري على él أبي وعقوق الوالدين قال нова ترجمة نانسي قنقر لіт ک coordinated كواes أو ترجمة نانسي قنقر hogy ترجمة نانسي قنقر